تسير حكومة مملكة البحرين بخطة ثابتة في تقليص قوائم الانتظار للطلبات الإسكانية وتوفير كافة الحلول التي تسلم في توفير السكن المناسب للمواطنين البحرينين نعم وجاء أمر سموى للعهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة للطلبات الإسكانية القديمة مساهما في تقليص قوائم الانتظار لعام 2004 وما قبل نحرص دوما على تنفيذ التطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في أن يكون المواطن نصب أعيننا في مختلف مسارات العمل الوطني هذا ما قاله سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتؤكده الأفعال في الميدان دائما ويلمس أثرها والملف الإسكاني أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الحكومة الموقرة من أجل توفير السكن الملائم للأسرة البحرينية وجاء أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبل محلحلا لهذا الملأف ومساهما في تقليص قوائم الانتظار للطلبات القديمة من خلال الخيارات التي طرحتها وزارة الإسكاني والتخطيط العمراني امتثالا لأمر سموه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سبقه العديد من المبادرات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين من أجل توسيع خيارات تلبية الطلبات الإسكانية كبرنامج تطوير حقوق الأراضي وتسهيل ومزايا الفئة المستحدثة الذي أثبت جدواه في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة مما يعني أن الخطى الحكومية تعزز من استقرار الأسرة البحرينية من خلال تنوع الحلول بما يتناسب مع إمكانيات واحتياجات الأسرة البحرينية وفي خضم هذه الإجراءات والقرارات تستمر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة من أجل تقلص قوائم الطلبات الإسكانية وفق خطط مدروسة حيث أكدت الوزارة في نهاية الشهر الماضي عزمها التوسع في مشاريع حقوق تطوير الأراضي خلال السنوات المقبلة وكشفت عن خطة لإنشاء أكثر من 4900 وحدة سكنية في محافظتي الشمالية والجنوبية ضمن هذا المشروع في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026